موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب في إبطال الرؤية من كتاب الكافي الشريف وصلنا إلى الحديث الخامس الدال على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة وأنه ليس للإنسان ولا لأي موجود آخر القابلية لرؤيته سبحانه وتعالى لأنه أجل وأعلى من أن يتصف بصفات المرئيات فهو أجل وأعلى وأسمى من أن يرى هذا الحديث الخامس أنه أحد الرواة يقول حضرت مجلسا كان فيها الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام إذ دخل عليه رجل من الخوارج وسأل الإمام عليه الصلاة والسلام عن مسألة الرؤية والإمام عليه الصلاة والسلام أجابه بعدم إمكان الرؤية طبعا السؤال هو بشكل عام يسأل الإمام أي شيء تعبد لعله هذا الخارجي جاء متعنتا وليس مستفهما لأن الخوارج هم بالأساس مجموعة من الناس كانوا يعيشون في الكوفة فلما جاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى الكوفة حاكما هؤلاء باعتبارهم من الناس وباعتبار أن الإمام هو الحاكم إن ضووا تحت لوائه لا عقيدة منهم بأنه إمام معين من قبل الله سبحانه وتعالى مفترض الطاعة وإنما باعتباره حاكم بايعوه باعتباره حاكما لا أكثر من ذلك ولذلك هؤلاء لأنه لم يكن منطلقهم في البيعة مع الإمام عليه الصلاة والسلام العقيدة الصحيحة وإنما مجرد حاكم كأي حاكم آخر لذلك في أول امتحان سقطوا في صفين سقطوا وخرجوا على الإمام عليه الصلاة والسلام لما خدعوا وجردوا سيوفهم عليه إلى أن قتلوا وأفسدوا وقطعوا الطريق فذهب إليهم الإمام عليه الصلاة والسلام وقاتلهم في النهروان ولكن جذورهم الفكرية بقيت واستمرت ولحد الآن توجد جذورهم الفكرية في بعض أصناف من الناس من المنتحلين للإسلام أنتم إذا رأيتم إلى الوهابيين تجدونهم يجمعون بين الفكر الأموي والفكر الخوارجي على كل حال فهذا رجل من الخوارج جاء إلى الإمام الباقر يسأله من تعبد كأن السؤال تعنتي ولكن الإمام عليه الصلاة والسلام بلطفه أجابه جوابا بحيث جعل هذا الجواب الخارجي ينقلب ويعلم بأن الإمام عليه الصلاة والسلام فوق ما كان يزعم ولعله احتدى بيد الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الراوي حضرت أبا جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له يا أبا جعفر أي شيء تعبد شنو تعبد قال الله تعالى يعني أعبد الله الإمام قال أعبد الله يمكن إذا واحد كان يسألنا هذا السؤال كنا نجيبه بجواب خشن لكن وظيفة الإمام عليه الصلاة والسلام هي هداية الناس فحتى إذا هو جاي متعنت الإمام يجيبه الجواب الصحيح ويتم الحجة عليه قال رأيته أنت تعبد الله شفته قال بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان الإمام يقول نعم رأيت الله ولكن لا بمعنى الرؤية البصرية أن أشاهده ببصري وإنما علمت به وعرفته بقلبي لأن القلب هو مركز المعرفة هس المقصود بالقلب هل هو الروح المقصود بالدماغ المخ يعني أو المقصود به شيء آخر أو نفس هذا القلب الصنوبري اللي هو مضخل الدم في جسم الإنسان نقطة التقاء بين الروح والجسم هذه احتمالات ذكرت في تفسير القرآن الكريم فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فهل هو تعبير مجازي بأن يراد بالقلب المخ أو الروح أو هو تعبير حقيقي المراد نفس هذا القلب الصنوبري في صدر الإنسان هذه احتمالات والأرجح من هذه الاحتمالات هو أن القلب حيث كان نقطة الالتقاء بين الروح وبين الجسم فلذلك تم التعبير عن الروح بالقلب على كل حال الإمام يقول ولكن رأته القلوب كيف رأته القلوب هل كما يزعم الأشاعر بأنه تراه في يوم القيامة بالقلب كما تراه بالبصر يعني كالرؤية البصرية لكن أداة الرؤية بدل ما تكون العين يكون القلب الإمام يقول كلا ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان حقائق الإيمان قد يكون هذه الكلمة في تركيبها لأنه وردت في نهج البلاغة وردت في أحاديث متعددة في تركيبها احتمالات والمعنى متقارب يعني الاحتمال الأول أن يكون هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف يعني ولكن رأته القلوب بالإيمان الذي هو حقائق دلت عليه العقل والفطرة أو هنا الإضافة بمعنى اللام لأنه الإضافة إضافة شيء إلى شيء قد تكون بمعنى اللام وقد تكون بمعنى من وقد تكون بمعنى في تقول غلام زيد يعني غلام لزيد وقد تقول خاتم فضة يعني خاتم من فضة وقد تقول صلاة الليل يعني صلاة في الليل فهنا يحتمل الاحتمال الثاني أن تكون حقائق الإيمان إضافة بمعنى اللام يعني حقائق للإيمان يعني أدلة وبراهين هذه الأدلة والبراهين تدل على العقيدة السليمة الصحيحة ويحتمل باحتمال ثالث أن تكون الإضافة بمعنى من هنا حقائق الإيمان يعني حقائق نشأت من الإيمان يعني أنوار سطعت على القلوب لأن هذه الحقيقة هي أنوار سطعت على القلوب بسبب الإيمان لأن الإيمان هو نور يسطع على القلب الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوط يخرجونهم من النور إلى الظلمات فهذا من احتمال واحتمال آخر هو الاحتمال الرابع أن تكون الإضافة في حقائق الإيمان إضافة بيانية أي حقائق هي الإيمان لأن الحقائق مجموعة اعتقادات والإيمان يتشكل من هذه الاعتقادات فالنتيجة الإمام يقول أنا لم أرى الله بعيني ولكن رأيته بقلبي بأي معنى رأيته بقلبي يعني عرفته بحقائق الإيمان ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام لأن الرجل قال رأيته وهو مقصود الرؤية البصرية فالإمام يقول رأيته بقلبي بمعنى العلم والمعرفة وبعد ذلك ينفي الرؤية البصرية لذا يقول لا يعرف بالقياس نحن الآن لم نر شيئا ولكن إذا نريد نعرف ذلك الشيء من طرق المعرفة أن نقيسه بما رأيناه يعني أنت رأيت زيد وما شفت أخه لم ترى أخاه في فكرك تقيس أخاه زيد بزيد تقول زيان هو أكيد راح يشبه زيد والقياس هنا أن تقيس شيئا لم تره بشيء قد رأيته الإمام يقول لا يعرف بالقياس بماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء القياس الأشياء المتشابهة أن تقيس شيئا بشيء وهناك واجه شبح بين الشيئين لكن الله سبحانه وتعالى لا يشبه مخلوقاته في أي شيء من الأشياء فلا يمكن قياسه على المخلوقات إحنا نرى مخلوقا ثم نقيسه الله سبحانه وتعالى بذلك المخلوق يصير لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أي مخلوق البعض مثلا لقصور في المعرفة كانوا يرون الشمس جرم عظيم وفيه منافع كثيرة للناس ولولا لنهدمت الحياة يقيسون الله سبحانه وتعالى بالشمس بل البعض كانوا يزعمون أن الشمس هي الله سبحانه وتعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي مستنكرا عليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الرب؟ كلا أو يقيسون الله سبحانه وتعالى بالأشياء العظيمة عندهم وكل شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى هو لا شيء على كل حال لا يعرف القياس لا يمكن أن تقيسه بغيره ولا يدرك بالحواس قياس أن تقيسه بالشيء رأيته لا يمكن أن تحس به بالحواس الخمس يعني أن تراه مثلا أو أن تشمه أو أن تلمسه أو أن تذوقه أو أن تسمعه لا يمكن الله سبحانه وتعالى يخلق الكلام والكلام مخلوق لله سبحانه وتعالى وليس الكلام هو جزء من الله سبحانه وتعالى وهذا البحث سنأتي إليه في المستقبل من يزعم أن الكلام هي صفة لذات الله سبحانه وتعالى كسائر صفاته الذاتية من العلم والقدرة والحياة هذا يقع في تناقض غريب لأن موسى استمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى فإذا هذا الكلام من ذات الله سبحانه وتعالى معنى ذلك أن ذات الله والعياذ بالله أن تكون قد دخلت في أذن موسى مثلا على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بل الكلام صفة فعل يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الصوت وهذا الصوت بشكل أمواج مخلوق يدخل في أسماع الناس على كل حال ولا يدرك بالحواس لأن هذا الخارجي سأل رأيته الإمام يقول لا يدرك بالحواس لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولا يشبه بالناس وهذا رد للمجسمة الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورة نفسه يقولون أن الله سبحانه وتعالى صورته مثل صورة آدم وحسب تعبيرهم مثلا الله أعجب بصورته بشكله فخلق آدم اللي هو أحسن المخلوقات والله أحسن الخالقين خلق آدم على صورته فإذا أنت تريد تشوف شكل الله شوف آدم عليه الصلاة والسلام وذرية آدم تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا هؤلاء حرفوا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله بأن قطعوا جزءا منه فتغير المعنى والحديث وإن الله خلق آدم على صورته هذا حديث مبتور الأخير فلذا انقلب المعنى مثل ما واحد يقول لا إله ويقطع كلمة إلا الله كلمة الإيمان تنقلب إلى كلمة كفر وأصل الحديث هو أن رجلا كان يتساب مع رجل فقال أحدهما للآخر لعنك الله ولعن على من في صورتك يعني الله يلعنك ويلعن من هو يشبهك يشبه صورتك فكان رسول الله صلى الله عليه وآله مارا أو جالسا فسمع هذا الكلام فنهاه عن هكذا سب وهكذا لعن وقال إن الله خلق آدم على صورته هذا اللي تتسبه ودتقول أنه ولعن من في صورتك آدم على صورة هذا الإنسان المسبوب الملعون منك فأنت الآن دتل عن آدم ومعنى ذلك أنه دتل عن الأنبياء والمرسلين والصالحين لأنهم على صورة هذا الإنسان الذي أنت تسبه فالحديث إلى ذيل بترو هذا الذيل فانقلب المعنى إلى أن الله خلق آدم على صورته الضمير يرجع إلى الله مع أن الضمير يرجع إلى هذا المسبوب الملعون من هذا الرجل وليس إلى الله سبحانه وتعالى ولا يشبه الناس ليس كمثله شيء لذلك الآن المجسمة في العصر الحاضر يقعون في تناقض التناقض هم يقولون أن الله له عين وله يد وله رجل بمعناها الحقيقي نحن نقول يد الله فوق أيديهم هذا المراد به قدرة الله لأن اليد واليدان والأيدي بمعنى القدرة ونقول تجري بأعيننا يعني تحت رعايتنا ورحمتنا ولطفنا وليس بمعنى أن لله سبحانه وتعالى عينا هؤلاء المجسمة يقولون لا هذه الآيات لا تأويل فيها ولذا ينكرون المجاز في القرآن على كل حال فهنا يقعون في تناقض لأن آية أخرى تقول ليس كمثله شيء فلأجل دفع التناقض ماذا يقولون يقولون أن لله يد لا كأيدينا زين إذا يد لا كأيدينا فهي ليست بيد لأن اليد في المعنى الحقيقي هذا الجسم بهذه الصورة أو بصور قريبة منه مثل أيدي مثلا الحيوانات هذه أيدي صورها متقاربة تركيبها متقارب إذا يد لا تشبه هذه الأيدي فهي ليست بيد شيء آخر هذا التناقض أو يقول أنه له عين تليق بجلاله زين إذا عين تليق بجلاله الذي يليق بجلاله هو العلم والرحمة والعناية والرعاية أما لا هي عين تشبه عيننا ولكنها لا تشبه عيننا فهذا تناقض لأنه إذا ما تشبه عيننا فهي ليست بعين وإذا تشبه عيننا فصار تشبيه والله يقول ليس كمثله شيء فإذا تقول يد لا كأيدينا هذا في الواقع ليس بيد شيء آخر وإذا تقول لا يد كأيدينا لكن الأوصاف قد تختلف مثل مثلا يد الإنسان يختلف عن يد بعض الحيوانات الأخرى فإذا صارت يد صار تشبيه يد الإنسان يشبه أيدي الحيوانات الأخرى نعم قد يكون هناك بعض الافتراق لكن هناك تشبيه يد الإنسان يشبه يد مثلا القرد ويد بعض الحيوانات الأخرى مع اختلاف في الحجم في الطول مثلا في اللون وأمثال ذلك لكن كلاهما يد حقيقية إذا لله سبحانه وتعالى يد بالمعنى الحقيقي نعم بعض أوصافها منعرفها فهذا صار تشبيه والله سبحانه وتعالى منزه عن التشبيه لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ولا يشبه بالناس لا يمكن أن تشبهه بالله تقول رأيته زين رأيته يعني بشكل آدم مثلا أو بشكل مخلوق آخر لا يشبه بالناس زين إذا الله سبحانه وتعالى لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس فكيف نعرف الله سبحانه وتعالى الجواب المعرفة غير متوقفة على القياس وغير متوقفة على الإحساس وغير متوقفة على التشبيه هناك معرفة أخرى عن طريق الآيات أنت تعرف الخالق عن طريق معرفتك بآيات الله سبحانه وتعالى حينما ترى المخلوقات بفطرتك وبعقلك تعلم أن هذه المخلوقات الدقيقة العظيم بعضها الدقيق بعضها لا يمكن أن تكون من غير خالق فهذه معرفة ولكن عن طريق الآيات لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول موصوف بالآيات يعني أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه خالق الآيات أو أنه يوصف بسبب الآيات التي أظهرها أنت كيف تعرف بأن الله قادر لأن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات العظيمة كيف تعلم بأن الله عالم لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق المخلوقات هذه المخلوقات تكشف عن علم خالقها كيف تعلم بأن الله حي لأن الميت لا يمكن أن يخلق شيئاً فنحن علمنا بالله سبحانه وتعالى وبالصفاته كان عن طريق رؤيتنا إلى مخلوقاته وإلا الله سبحانه وتعالى من الأزل قادر من الأزل عالم من الأزل الله سبحانه وتعالى حي هذه الصفات الذاتية وعلمه وقدرته وحياته وسائر الصفات الذاتية غير متوقفة على المخلوقات لكن حينما خلق المخلوقات ظهر للمخلوقات علمه لا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن عالماً لا كان عالماً فحاجته هي التي ساقته إلى الظلم والله سبحانه وتعالى هو الغني فلا يظلم وإما الظلم بسبب الجهل واحد جاهل يظلم بسبب أنه جاهل لا يعلم وكثير من الأحيان لو كان يعلم ما كان يظلم لكن جهله هو الذي ساقه إلى الظلم والله سبحانه وتعالى منزه عن الجهل علم الله لا حد له فهذا السبب الثاني للظلم غير موجود في الله سبحانه وتعالى والله منزه عنه السبب الثالث الخبث بعض الأحيان واحد لا يكون محتاجاً إلى الظلم ولا جاهلاً يعني لا يكون جاهلاً لكنه خبيث من بعض الظلم لهم حالة من السادية يلتذ بالظلم يلتذ باستماع صراخ المعذبين والله سبحانه وتعالى منزه عن الخبث بل هو الكمال المطلق والرحمة الواسعة فإذن الله سبحانه وتعالى لا يجور في حكمه لأنه ليس بجاهل ولا خبيث ولا محتاج وإنما يظلم المحتاج الخبيث الجاهل لا يجور في حكمه ذلك الله لا إله إلا هو هذه كلمات الإمام كملها بعد أن ذكر الأوجه في عدم إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى وإنما المعرفة تكون عبر آياته ذلك الله لا إله إلا هو هذه كلمات صدرت من الإمام عليه الصلاة والسلام في جواب هذا الخارجي الإمام أراد أن يتم عليه الحجة فخرج الرجل وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته هذه كلمات لا تصدر إلا عن بيت الرسالة وهذه آية في القرآن الكريم الله أعلم حيث يجعل رسالته لأنه بعض المشركين اعترضوا لماذا الله أنزل الواحي على رجل منا وهناك عظماء على رجل من القريتين عظيم لماذا الواحي لم ينزل على أبي جاهل لماذا لم ينزل على عروة بن مسعود الثقفي وإنما نزل على يتيم أبي طالب حسب كلامهم لماذا الواحي لا ينزل علينا الله سبحانه وتعالى لماذا أرسل رسل كل الناس كانوا يكونون أنبياء يوحي إليهم جميعا الجواب مرتبة الواحي من الله سبحانه وتعالى مرتبة النبوة مرتبة الرسالة تحتاج إلى محل قابل لازم يكون المحل قابل الله حكيم لا يجعل الشيء في المحل غير القابل اللي هو خبيث باطنا هذا غير صالح لأن يوحى إليه الواحي يحتاج إلى مرتبة عالية لا يمكن لإنسان أن يصل إلى تلك المرتبة العالية إلا بإصطفاء من الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس لذا جوهر هذا الإنسان أو هذا الملك الحامل للرسالة يجب أن يكون من جوهر أعلى من طين أعلى ليكون قابلا لتلقي الوحي وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله يجاوبهم الله أعلم حيث يجعل رسالته فإذا هؤلاء لم يؤمنوا الله لا يتضرر هم يتضررون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فهذا الخارجي خرج ولعله كان في جواب الإمام هدايته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سبحانه وتعالى الله يا الله الله يا الله الله يا الله شكرا